الأساس هو أنه يبنى حقيقة خوف الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الشاب ابتداء من صغره حينما يعني يبدأ يعي ما حوله يعلم وفهوم الربوبية والولوهية ومعاني أسماء الله سبحانه وتعالى ثم يتدرج معه في زرع هذه القيم حتى تصبح هي الحصن الحصين له أمام هذه الشهوات ويمكن يعني تذكير الشاب بعض النماذج التي فيها يعني تعميق هذا الجانب بشكل كبير جدا لا يخف علينا قصة يوسف عليه السلام وهي يعني فيها من الجوانب القوية جدا في غرس الرقابة ما يحتاج الأب أن يعني تدارس مع أبنائي أمثال هذه القصة